بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبناتي الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية يصحبكم المعلم أحمد بن علي الدوسري أجدد بكم الترحيب مرة أخرى أبنائي وبناتي في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس أنواع العبادة وكما عودناكم وقبل بداية كل درس أن نستمع إلى تعليمات الدرس وإلى آداب الدراسة عن بعد وأن نتعرف على الأهداف المتعلقة بالدرس دعونا نستمع أولا إلى تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة والاستعداد الجيد للدرس نستمع الآن إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في المكان المناسب والمهيئ للدراسة ثانيا عدم الأكل أو الشرب أو الإنشغال أثناء الحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح دعونا الآن نتعرف على الأهداف المتعلقة بالدرس الهدف العام لهذا الدرس هو معرفة أنواع العبادة أما الأهداف الخاصة فأولا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة أنواع العبادات القلبية والقولية والفعلية ثانيا أن يذكر الطالب وأن تذكر الطالبة العبادات الظاهرة القولية والفعلية ثالثا أن يذكر الطالب وأن تذكر الطالبة العبادات الباطنة القلبية الآن ننتقل أبنائي وبناتي إلى أول نشاط في هذا الدرس وهنا أيها الأبطال نريد أن نكتب أنواع العبادة في هذه البطاقات التي أمامكم نحن ذكرنا أن أنواع العبادة ثلاثة الأول ما هو أحسنتم نعم رائع الأول عبادة قلبية عبادة قلبية وذكرنا لها مثالا مثل ماذا من يتذكر يا أبطال أحسنتم نعم مثل التوكل على الله سبحانه وتعالى التوكل على الله هذه عبادة قلبية في القلب وفي الباطن نحن لا نراها لا نشاهدها لا نسمعها إذن فهذه عبادة أو النوع الأول العبادة القلبية النوع الثاني من يتذكر يا أبطال أحسنتم نعم عبادة قولية عبادة قولية وقلنا مثالها ماذا قراءة أحسنتم يا أبطال قراءة القرآن قراءة القرآن نعم فالقرآن عبادة وتقرأ بماذا باللسان أحسنتم نعم النوع الثالث عبادة أحسنتم نعم عبادة فعلية عبادة فعلية ومثالها ماذا قلنا أحسنتم مثل الصلاة فالصلاة عبادة فعلية نحن نشاهد من يصلي نرى من يصلي إذن هذه عبادة فعلية تفعل بالركوع وبالسجود وبالجلوس بين السجدتين وبالتشهد إذن فيها فعل إذن فعرفنا الآن أنواع وتذكرنا أنواع العبادة الثلاث العبادة القلبية والعبادة الفعلية والعبادة القولية والعبادة الفعلية أحسنتم يا أبطال ننتقل الآن إلى هذا النشاط ونريد أن نلصق النجمة تحت البطاقة الصحيحة نريد أن نحدد من هذه البطاقات أنواع العبادة التي ذكرناها قبل قليل أنواع العبادة التي ذكرناها قبل قليل فأول بطاقة تقول قلبية هل من أنواع العبادة العبادة القلبية الجواب أحسنتم نعم ذكرنا أن أول نوع من أنواع العبادة العبادة القلبية إذن نضع أو نرصق تحتها نجمة البطاقة الثانية تقول شركية هل من أنواع العبادة عبادة شركية الجواب أحسنتم نعم ليست من أنواع العبادة البطاقة الثالثة تقول عبادة قولية عبادة قولية ما رأيكم يا أبطال أحسنتم نعم من أنواع العبادة العبادة القولية إذا نلسق تحتها ماذا أحسنتم نجمة نأتي عند البطاقة الرابعة بدعية عبادة بدعية هل هي من أنواع العبادة الجواب أحسنتم نعم ليست كذلك ننتقل إلى البطاقة الخامسة فعلية عبادة فعلية هذه أيضا أحسنتم نعم من أنواع العبادة إذن نضع تحتها النجمة إذن عرفنا الآن أن أنواع العبادات القلبية والقولية والفعلية أحسنتم أيها الرائعون ننتقل الآن إلى هذا النشاط ونريد أن نضع علامة الصح أو الخطأ أريد منكم الآن يا أبطال الاستماع إلى العبارة وحددوا هذه العبارة صحيحة أو خاطئة العبارة الأولى تقول من أنواع العبادة عبادة قلبية عبارة صحيحة أو خاطئة أحسنتم نعم عبارة صحيحة ثانيا من أنواع العبادة عبادة بدعية العبارة ماذا صح أو خطأ أحسنتم نعم عبارة خاطئة العبارة الثالثة تقول من أنواع العبادة عبادة فعلية هذه العبارة صحيحة أو خاطئة يا أبطال أحسنتم نعم عبادة فعلية إذا من أنواع العبادة العبادة الفعلية وهذه العبارة صحيحة ننتقل إلى النشاط الذي يليه ونريد الآن أن نضع علامة الصح بجانب العبادات الظاهرة العبادات الظاهرة أمامكم يا أبطال أنواع العبادة الثلاثة العبادة القلبية والعبادة الفعلية والعبادة القولية نريد أن نحدد منها العبادات الظاهرة ما معنى العبادات الظاهرة يعني أحسنتم نعم يعني العبادة التي نراها التي نشاهدها التي نسمعها هذه هي العبادات الظاهرة التي تظهر لنا ونراها فهل العبادة القلبية مثل التوكل على الله عبادة ظاهرة نراها ونشاهدها ونسمعها الجواب أحسنتم نعم ليست من العبادات الظاهرة نأتي عند البطاقة الثانية العبادة الفعلية العبادة الفعلية مثل الصلاة مثل الحج مثل الطواف السعي هذه العبادات ماذا أحسنتم نعم عبادات فعلية ظاهرة نحن نرى من يطوف على الكعبة نحن نرى من يسعى بين الصفا والمروة إذن فالعبادة الفعلية من العبادات الظاهرة ونضع علامة الصح نأتي عند البطاقة الثالثة العبادة القولية كمن يقرأ القرآن كمن يذكر الله سبحانه وتعالى كأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هل من يقول ذلك نحن نسمعه الجواب أحسنتم نعم نحن نسمع من يقرأ القرآن نسمع من يذكر الله عز وجل إذن هذه عبادة أيضا أحسنتم عبادة ظاهرة عبادة ظاهرة إذن العبادات الظاهرة هي العبادات الفعلية والقولية أحسنتم يا أبطال ننتقل إلى هذا النشاط الآن نريد أن نلون أنواع العبادات الظاهرة العبادات الظاهرة أمامكم ثلاث بطاقات البطاقة الأولى والثانية والثالثة نلون البطاقة الصحيحة التي تدل على العبادات الظاهرة العبادة القلبية أحسنتم ليست عبادة ظاهرة العبادة الفعلية أحسنتم نعم من أنواع العبادات الظاهرة إذن نلون البطاقة الثانية العبادات القولية أحسنتم أيضا كذلك من العبادات الظاهرة إذن نلون البطاقة الثانية والبطاقة الثالثة أحسنتم يا أبطال ننتقل الآن إلى النشاط الأخير ونريد أن نرسم النجمة أسفل الإجابة الصحيحة لنوع العبادة المتمثلة في الصورتين في الصورة الأولى ماذا نشاهد أحسنتم نعم نشاهد عبادة الصلاة هذا البطل يصلي ونشاهد في الصورة الثانية ماذا أحسنتم نعم الحجاج أو المعتمرون يطوفون حول الكعبة إذن عبادة الطواف وعبادة الصلاة عبادة الصلاة والطواف هل هي عبادة فعلية أو قولية هل هي عبادة تكون بالفعل أو تكون باللسان أحسنتم نعم تكون بالفعل إذن هي عبادات ماذا عبادات فعلية أحسنتم يا أبطال الآن دعونا ننتقل إلى هذا النشاط وهذا التمرين الذي هو واضح أمامكم على اللوحة وفي الأعلى ماذا تشاهدون صورة ماذا أحسنتم نعم صورة هذا البطل الذي يصلي إذن في الأعلى نشاهد عبادة الصلاة هل عبادة الصلاة عبادة ظاهرة قولية كما في البطاقة الزرقاء أو هي عبادة ظاهرة فعلية كما في البطاقة الخضراء أين نضع النجمة نريد أن نضع النجمة أسفل البطاقة الصحيحة ما هي البطاقة الصحيحة الخضراء أو الزرقاء البطاقة أحسنتم يا أبطال نعم البطاقة الخضراء إذن فعبادة الصلاة عبادة ظاهرة فعلية أحسنتم يا أبطال إخواني وأخواتي أولياء الأمور هناك توصيات نريد منكم الاستماع لها فنقول حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور اثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج والطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية شكرا لكم إخواني وأخواتي أولياء الأمور وشكرا لكم أنتم أيضا أبنائي وبناتي على هذه المشاركات الرائعة والجميلة وألتقيكم بإذن الله في دروس قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته